اشتركوا في القناة كنز الحكايات والقصص قصتنا اليوم بعنوان الخطة الذكية والفتى الشجاع وانتصار الحكمة على دهائي الأميروت قصتنا من القصص الخالية المشوقة والمسموعة قبل النوم أشكركم أحبائي على كل هذا الدعم الذي تقدموه لنا اعملاك الفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات وهذا يساعدنا كثيرا على تطوير القناة ضع السماعات واستمع يحكى أنه في قديم الزمان عن سلطان في بلاد بعيدة كان دائما يضع الله أن يرزقه بأبناء يفرح بهم ونصحته زوجته أن يتزوج امرأة أخرى لكنه رفض لأنه يحبها وذات يوم سهر كثيرا ولم ينم إلا في الفجر فرأى في حلمه ملاكا يمد له إناء من الذهب ولما أمسكه بين يديه فاض الماء على جوانبه لما نهض استدعى العرافين بالأحلام وبشروه أن امرأته تنتظر مولودا قوي السعد وفي تمام الشهر التاسع ولدت له طفلة جميلة مثل القمر واسعة العينين وشعرها أشد سوادا من ظلام الليلة وكان هناك جفاف في المملكة عان منه الكثير من الناس وانتشر فيهم الجوع والفقر لكن بمجرد أن بدأت الرضيع في البكاء تجمعت السحب في السماء ونزل مطر غزير فامتلأت الأودية وفاضت الآبار بالماء وكل بقرة أو نعجة ولدت ذلك اليوم توأما أما الأرض فأزهرت وصارت خضراء فهلل الشعب لمولد أميرته ولهذا سماها أبوها زهرة خضراء ولما كبرت الطفلة أصبحت تلعب في حديقة القصر فتغني لها الطيور وترفرف حولها الفراشات الملونة وكلما سورت إلى مكان رافقها الخير وخاف عليها أبوها من الحسد فصنع لها قلادة جميلة فوضعها في رقبتها وفرحت بها كثيرا وكان لزهر ثلاثة بنات عم جميلات كنا يلعبن معها وقل ما يفارقنها لكنهن بدأنا في الغيرة منها حين زاد جمالها حتى أن من يراها يقول إنها حورية وليست إنسية ولم يعدنا يطقنا نظرات الإعجاب في أعين الأولاد الذين يهدون إليها الورد وقواقع البحر التي تحبها ولا يهتم أحد بهن وفي أحد الأيام ضقنا بها زرعا واتفقنا على التخلص منها لعل أحد الذئاب أو الضباع يأكلها فيسترحن منها ويبقى الاهتمام والإعجاب لهن فقط فدعونها للخروج إلى الغابة للفسحة وجمع التوت البري وعندما وصلنا قرب الأجور قلنا لها خذ هذه السلة واملأيها بالثمور أما نحن فسنفرش حصيرة ونسخن الماء لطبخي الشاي وبعد ذلك نناديك بدأت زهر الخضراء تجمع التوت وتغني حتى امتلأت سلتها وحين التفتت حولها لم تجد لا البنات ولا العبيد فأخذت تبحث عنهم وتنادي بأعلى صوتها لكن لا من مجيب فشعرت بالخوف وجلست تحت شجرة صغيرة لعل أحدا يجيء لأخذها ومر الوقت وبدأ الظلام ينزل وهنا فهمت أن بنات عمها احتلن عليها لتضيع في الغابة وتموت فوضعت يديها على خدها وشرعت تفكر في حل لهذه الورطة ولم تكن تتصور أن تعمي الغيرة أقرب الناس إليها وهبت رياح شديدة فعلق شعرها الطويل بأغصان تلك الشجرة فأيقنت بالهليك وقالت ويحي إن لم أخلص نفسي سأكون فريسة سهلة لوحوشي الليل ومرت أمامها حمامة فسلمت عليها وطلبت منها أن تحل ظفيرتها مقابل إعطائها ودعة من قلادتها لكنها أدارت رأسها وطارت وجاءت الغزالة ثم الأرنب وكل حيوان يأتي ويرى جمالها يغير منها ويتركها رغم توسلاتها وبينما هي كذلك سمعت حفيفا بين الأوراق فانكمشت على نفسها وفجأة ظهر ولدين توأم لكن منظرهما بشع فعرفت أنهما غولين صغيرين وأخذ ينظران لقلادتي الودع على صدرها فقالت سأعطيها لكما مقابل تخليص شعري فوافق على ذلك وصار ينزعانه شعرة بشعرة حتى أتم ذلك ثم أخذ الودع وصنع منها قلادتين ثم علقهما في رقبتهما وهما يشعران بالسرور لهذه الزينة أنا حمدان وهذا أخي همهم لكن بالله ما ستفعلين وحيدة في هذا الظلم فقصت عليهما ما حدث لها مع بنات عمها وأنها تشعر بالجوع والبرد فقال لها إن بقيت هنا فلن تعيشين حتى الصباح وبعد قليل ستخرج الذئاب وتبدأ في العواء لكن تعال معنا وسنقنع أمنا الغولة بالبقاء معنا في كوخنا ولما وصلوا إلى الكوخ وجدوا الغولة تجمع البيض من قن الدجاج وكان كثيرا جدا وحين رأتهما قالت لا أعرف ماذا حدث ليزداد الخير هذه الليلة رد حمدان قد يكون ذلك بفضل تلك البنت صوحة الغولة ويحك عن أي بنت تتحدث وهنا دخلت زهرة الخضراء وقالت عني أنا يا خيلة فتعجبت من جمالها الباهر وقالت لا شك أنك جائعة ادخلي وسأطبخ لكم العشاء فجلست حول الطاولة مع الولدان الذين كان يختلسان النظر إليها ويبتسمين وبعد قليل حضر الطعام فتعشوا وناموا وفي منتصف الليل جاء الغول وما اندخل حتى شم رائحة آدمي فسأل امرأته إن كانت قد اصطوضت أحدا فقصت له حكاية زهرة الخضراء وقالت له لن نأكلها وسأربيها كابنتي حك الغول رأسه وأجابها لم نزق اللحم منذ مدة والطرائد قليلة في الجبل لكن الغول ألحت عليه فقال حسنا يمرأ لكن على شرط أن تأتي برزقها في الغد وخرجت البنت أمام الكوخ وأخذت بصلة وحبة طماطم وجزارة ثم زرعتهم وصبت عليهم الماء ولما حل المساء أطلت الغول عجيبة من النافذة فرأت النبتات الخضراء منتشرة قرب الكوخ فقطبت حاجبيها من الدهشة وتساءلت كيف حصل ذلك فلم يكن هناك شيء هذا الصباح ولم تمضي سوى بضعة أيام حتى ظهرت حبات الخضر وفرحت الغول وزوجها وكثرت الغزلان في الغابة وصور الغول يصيد منها فصح بذن زهرة الخضراء من أكل اللحم وتعلمة الصيد ولبست الجلود وأعجبتها تلك الحياة ولم يكن يؤلمها سوى غياب أبويها وفي أحد الأيام ابتعلت كثيرا عن الكوخ فرأت راعي أغنام يمر أمامها بقطيعه وطلبت وطلبت منه إعطائها عنزة صغيرة لتربيها فهي تشتهي الحليب لكنه أجاب كان بودي ذلك لكن كما ترين أنا راع فقير ومنذ اليوم الذي اختفت فيه زهرة لم نرى مطرا ولا خيرا أجابته لا عليك أرجع غدا وستجد الكلأ لماشيتك أراد الروعي أن يسألها عن حالها وإن كانت جنا أو إنسا لكنها اختفت بسرعة بين الأشجور وفي الغد رجع الروعي وتعجب لوفرة الحشائش فهتف غير معقول إنها الأميرة زهرة كيف لم أفطن إلى ذلك فرغم سوء مظهرها فهي جميلة جدا ولما رجع إلى المدينة انتشر الخبر حتى وصل إلى السلطان فقرر الذهاب إلى الغابة للبحث عن ابنته لكنه رغم دورانه في كل مكان لم يعثر عليها فقلق وزاد به الغم ولم يكن يعلم أن أرض الأغوال مسحورة ولما سمعت بنات العم الثلاثة أن زهرة لا تزال على قيد الحياة خفن من افتضاح أمرهن وفي وفي الليل أرسلن أحد العبيد للرعي فقتل نصف القطيع وكتب على الحوء التهديدا بقتل البقية إن تحدث مرة أخر عن زهرة فخاف الرعي وقال للناس أنه ليس متأكدا وقد تكون الفتاة التي رأوها من الجن وفي أحد الأيام خرج ذلك الرجل للرعي كعاداته وفجأة جاءته زهرة وكان معها الغولين حمدان وهمام فحاول أن يبتعد عن طريقها فقالت له ويحك يا رجل هل هذا جزائي على الخير الذي أعطيته لك أجابها بسببك خسرت عشرة عن زيت ثم دفع ماشيته وابتعد وهو ينظر خلفه قال الزهر للغولين أنا متأكدة أن بنات عمي هن من فعل به ذلك وأنا لا آمن حتى على أبي وأمي من شرهن وقد حين الوقت لأذهب لقصر وأخبر الجميع بما حصل قال الغولين لن نتركك وحيدة أجابت هما لا تقلق سأخبر والدي أني بخير وأتفق معهم على أن يأتياني لرؤيتي فالغابة أصبحت بيتي وأنتم أخواي اتبعت الفتاة الروعي من بعيد حتى وصل قرب المدينة وكانت الفتاة تضع علامة على الأشجور لتعرف طريق العودة ومشت قليلا فوجدت امرأة تجفف ملابسها في الشمس فسرقت عباءة التحفت بها ثم غطت وجهها وبعد ذلك اندست وسط الناس ودخلت من بوابة المدينة دون أن يسألها أحد وفكرت زهرة في الطريقة التي ستدخل بها القصر فهي تعرف خبث بنات عمها ولا شك أنهن دسسن أعوانا يراقبون الداخل والخارج ثم تذكرت أن أبيها السلطان يحب التفايح فنزلت إلى السوق وأخذت تتجول وتنظر إلى دككين البيع المليئة بالبضائع وأعجبتها هذه الحركة والضجيج وقالت كم أحب الحياة وسط الناس كل همهم توفير عيشهم وتربية صغارهم وليس مثل أهل القصر الذين يقضون وقتهم في حياكة الدسئس وكانت منشغلة في أفكارها لما سمعت أحد الباعة ينادي على التفايح وكان عجوزا أمامه عربة فيها سلال تفايح أحمر فتوقفت أمامه فهذا هو النوع الذي يحبه أبوها لكن كيف السبيل إلى أخذ سلة فليس معها مليم واحد وفجأة شاهدت ولدا فقيرا رثاء الملابس يقترب من العربة ويطلب تفاحة لأمه المريضة لكن البائع كان بخيلا وطرده دون رحمة فجلس الولد في ركن يبكي تألمت زهر لبكائه وقرر التلقين البائع درسا لن ينسيه فقالت للولد سأسرق تفاحة وأهرب بابها ولما يجري البائع خلفي خذ أنت سلة مليئة بالتفاح ثم انتظرني في ركن بعيد وسآتي إليك ونقتسم التفاح فمسح الولد دموعه ثم أخبرها أن اسمه حسن وهو يعيش مع أمه وليس لهم ميل وستفرح بهذا الطعوم وكما هو متوقع جرى الرجل وراء زهره وهو يسب ويلعن لكنه سقط واتسخ وجهه بالطين فشمت حسن فيه وأخذ السلة ثم توار في أحد الأزقة وبعد قليل جاءته البنت واقتسم التفاح ثم سألته إن كان يعرف طريق القصر فأومأ لها بالإيجاب وكان الولد يأكل تفاحة وبينما هو يمشي شعر بأن رائحة التفاح بدأ التفوح كالمسك وتعجب لذلك ثم قال لها أنت زهرة أليس كذلك أجابته نعم وليبقى الأمر سرا بيننا ولما وصل القصر طلبت منه أن ينتظرها ثم اقتربت من أحد الحراس وقالت له أنا فلاحة ولقد قطفت لمولاك السلطان هذه الثمار من بستاني فأدخلها إليه ثم نظرت إليه بعيونها الزرقاء بدلال فأجابها سأفعل ذلك من أجل عيونك وربما كافأني سيد على هذه الهدية الجميلة قالت قالت زهر في نفسها لما يرى أبي هذه التفاحات الفواحة سيعرف أني من أرسلها إليه ويخرج للقائي وفي ذلك الوقت خرجت بنات العم الثلاثة إلى شرفة القصر فرأينا بنتا واقفة قرب الباب فقالت إحداهن ماذا تفعل هذه المتشردة هنا وكيف سمح لها الحراس بالاقتراب لكن التقص في ذلك اليوم كان حرا فخلعت الأميرة العباءة عن رأسها وتطاير شعرها الذهبي فصوحت البنات في وقت واحد إنها زهرة وأمرنا عبيدهن أن يقبضوا عليها ويرموها في قبوي القصر وكان حسن جالسا من الجهة المقابلة للقصر وفجأة رأى العبيد يتسللون وراء الزهرة فقال لها فجري وسط الأزقة وحين كاد العبيد يلحقون بهما أمسك حسن يدها وأدخلها أحد البيوت وأغلق الباب ورآهم من الشق يتوقفون وينظرون حولهم بحيرة ثم قسموا أنفسهم إلى مجموعتين وصارت كل واحدة في ناحية سمعت زهر أنينا خافتا ولما التفتت رأت امرأة طريحة الفراش وقد على وجهها الشحوب وقالت بصوت خافت حسن هل هذا أنت فجري إليها وقبل رأسها وقال لها نعم يا أمي والفتاة التي معي هي الأميرة ثم أخرج لها تفاحة وقال لها كلي يا أمي قالت المرأة لزهرة اقترب يا ابنتي لكي أراك فعانقتها الفتاة وقبلتها وفجأة جرت من عينيها دمعة كبيرة كأنها لؤلؤة وسقطت في حلق المرأة المريضة ثم قالت لها يحق لك أن تفتخري بابنك فهو شهم وذو فطنط وعقل أجابتها نعم له صفات أبيه ولقد كان رجلا رائعا سألتها زهرة وأين هو الآن يا خيلة تنهدت المرأة ثم أجابتها بنبرة حزينة إنه في سجن القصر فقد كان طبيبا حسن السمعة لكن اتهموه بالدجل والشعوذة وحالنا الآن على ما ترينا من الفقر والجوى وعذرا يا ابنتي ليس لي شيء أقدمه لك لم يمض وقت طويل حتى نهضت أم حسن من الفراش وقالت هذا غريب فلقد انتهى الصداع وخفت الحمى اذهب يا ولد إلى جارتنا أم علي واستلف منها شيئا من الدقيق والبصل والطماطم وسأطبخوا شيئا نأكله ولما ولما رجع حسن وجد أمه قد أشعلت الفرن وغسلت القدر والصحون وفرح لما رأوها بأتم عافية فمنذ مدة لم يذق الطعام لشدة مرضها وعرف أن شفاءها هو بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تلك البد وهي تجلب الخير لكل مكان تذهب إليه ولم يكن يصدق ذلك حتى رآه بنفسه هذا ما كان من حال حسن وزهرة أما السلطان فلما دخل عليه الحارس بالتفاح قال له إن لم تخبرني من أعطوها لك ضربت عنقك ورد الرجل إنها فتاة فقيرة زرقاء العينين وهي عند الباب فقال له السلطان هيا بنا نسرع فالتي قابلتها هي الأميرة زهرة سأله الحارس بدهشة ولماذا لم تدخل يا مولاي قال السلطان من المؤكد أنها خائفة من شيء وسنعرف ذلك في أوانه وحين وصل إلى الباب لم يجد أحد فسؤل بقية الحرس عن البنت التي كانت واقفة وأخبرهم أنها هربت مع ولد في مثل سنها وأن البعض كان يطاردها صاح السلطان ابنت في خطر لابد من العثور عليها ثم أرسل جنوده في المدينة وسمع الناس بالحكاية وتساءلوا من له مصلحة في إيذاء الأميرة التي أعطتنا بفضل الله كل هذا الخير وبفضلها زال الجفاف واخضرت الأرض بإذن الله أما الثلاثة بنات فشعرنا بالخوف بعد أن صار الجميع يبحث عن الأميرة وعرفنا أنه آجلا أم عاجلا ستتوجه لهن أصابع الاتهام فأعطينا العبيد ميلا وطلبنا منهم الرحيل بعيدا لكن أحدهم كان يحب جارية من القصر لذلك لم يسمع الكلئم وبقي في المدينة ليرى حبيبته كل يوم وجاء حسن لزهرة وقال لها كل المدينة تبحث عنك وأرى أن تبقين مختفية هنا فما دامت بنات عمك في القصر فذلك المكان ليس آمنا ولا بد من تدبير حيلة للانتقام منهن لكن في انتظار ذلك يجب أن نأكل ونشرب قالت زهرة إن الله سبحانه وتعالى كريم وفي المساء دقت عليهم إحدى الجارات وقالت لحسن سمعت أن أمك قد شفيت وأريدك أن تدلني على الطبيب الذي عالجها لقد علمني أبي الطب وصنعت لها دواء كان فيه الشفاء بإذن الله ثم نظر في عينيها وقال لقد عرفت مرضك وسأعطيك مشروبا ينفعك ثم خلط قطرة من دموع الأميرة مع ماء الزهر وفي الغد شفيت الجار بإذن الله وحملت له سلة فيها دجاجة وعشرة بيضاط وصاروا يجئون لدارهم واحد يعطيه تمرا والآخر ويبت قمح وكل إنسان وهمته وأصبحت أم حسن تبيع ما زاد عن حاجتها وأصلحت الدور وفرشتها بالزرابي ولم يمض وقت طويل حتى ذاع صيط حسن ابن سالم الطبيب الذي يداوي والفرج على الله وفي أحد الأيام مرض السلطان من كثرة الحزن على ابنته وجاء الأطباء ووصف له الأدوية والأعشاب لكن حالته لم تتحسن وخافت عليه زوجته وقالت له هناك ولد اسمه حسن يقول الناس أنه بارع في الطب رغم صغر سنه وكل فقراء المدينة يقصدونه لأنه لا يطلب مالا سنذهب إليه فلن نخسر شيئا أجاب السلطان لن ينفع شيء فلن أشف إلا عندما أرى زهرة لكن لا مانع أن أرى ذلك الولد وأشكره على فضله تنكر السلطان وزوجته لكي لا يعرف هما أحد ثم ذهب إلى منزلي حسن ولم يكن من الصعب الوصول إليه فلقد سمع به أكثر أهل المدينة وكان هناك حجد من المرضى أمام الباب فلم يجد السلطان بدا من الجلوس والانتظار في الحر لكنه صبر وأخذ يستمع إلى ما يقوله الجالسون إلى جواره قال أحدهم للآخر لما نمرض لا نجد علاجا ولا أحد يهتم بنا لكن الحمد لله جاء هذا الولد وعالج الفقراء ولولا لمات الكثيرون منهم من أجل الحصول على الدواء وقد عظم أمره وأحبه الناس زاد فضول السلطان لرؤيتي حسن وقال في نفسه لقد أحسنت زوجتي صنعا لما دعتني للقدوم إلى هنا وبعد ساعة جاء دوره فدخل إلى غرفة نظيفة وتعجب لما وجد أمامه فتى صغير السن جميل الملامح فسأله عن مرضه فأخبره أنه فقد ابنته الوحيدة ويشعر بالحزن من أجلها وكان من عادة زهرة أن تطل على حسن من كوة صغيرة في الحائط وتتسلى بحديث المرضى الذين يقصون حكاياتهم ولما نظرت لأبيها عرفته رغم تنكره وأرادت أن تجري وتدخل إليه لكنها تريثت قليلا أما حسن فقد احتر وسأل السلطان كيف يمكنني أن أساعدك بكى الرجل وقال أنت يأتيك كثير من الناس وهم يثقون فيك كل ما أريده أن تخبرني إن رأوا فتاة صغيرة زرقاء العينين تهيم على نفسها في الأزقة سآتي إليك كل أسبوع وإذا أخبرتني بشيء عنها سأكافؤك بسخاء ولما خرج أتت زهرة لحسن وسألته هل عرفت ذلك الرجل أجابها لا فلم أره من قبل أجابت زهرة إنه أبي سلطان هذه البلاد قال بدهشة ولماذا لم ترجع معه فقلبه حزين عليك تنهدت الفتاة ثم ردت بحسرة بنات عمي لن يترك أنني أنعما بالهدوء وهن بارعات في حياكة الدسائس لا شك أنك تعلم هذا ولا بد أن ندبر مع أبي خطة للإيقاع بهن لكن البنات كل مرة يكتشفن حيلة حسن لكن البنات كل مرة يكتشفن حيلة حسن وقال لها جواسيسها أن السلطان يذهب إلى ولد يقو أنه ماهر في الطب وهو نفسه الذي كان مع زهرة فأرسلن عبيدهن في الليل لحرق المنزل ولما خرج حسن وأمه وزهرة قبضوا عليهم وجرواهم لكن الجيرون تجمعوا وطاردوهم في الأزقة وحين أدركوهم سحب العبيد سيوفهم فخاف الناس ولكن في تلك اللحظة خرج من بينهم فتى ضخم الخلقة يرتدي عباءة تغطي رأسه ثم انضم إليه واحد آخر يشبهه وانتزع غصنين كبيرين من شجرة ثم هجم عليهم وتشجع الناس وأخذوا الأحجار والعصى وأيقن العبيد أنهم في ورطط فهددوا بقتل الأميرة وفجأة امتلأت السماء بالغربان التي انقضت على العبيد المسلحين ونقرت عيونهم فأنقضوا الشبان الأميرة وحسن والمرأة ولما رفع الغطاء عن رأسيهما صوحت زهرة بفرح حمدان وهمام لقد وصلتما في الوقت المناسب أجاب الغولاني الصغيرون ليس نحن فقط فلقد خرجنا مع أمنا للبحث عنك ووجدنا الروحي وتأكدنا أنك رجعت إلى المدينة ولما وصلنا شاهدنا النور وسمعنا الصياح وهكذا وجدناك وأمي هي من أطلقة الغربين ظهرت امرأة ضخمة أزاحت نقابها فخاف منها الناس لشدة قبحها فعانقت الأميرة بحنان وعاتبتها كيف تتركيني ابنتي وتذهبين هل هذا جزاء كرمي معك أجابت زهرة والله لقد اشتقت إلى والدي وكنت أنوي إخبارهما أني بخير ثم الرجوع إلى الغيبة فهيا مسكني قالت الغولة عجيبة إذا كان الأمر كذلك فسأقودك إلى قصر أبيك والويل لمن يعترض طريقي وصورت الجموع في أزقة المدينة وتضخم عددهم بعدما عرفوا برجوع الأميرة وصاروا يهتفون بإسمها وهي في المقدمة مع الغول وأبنائها وبجانبهم العبيد الأسرة يصرخون من شدة الألم في عيونهم التي ذهبا بصرها وكان السلطان جالسا مع امرأته يتسامرون حينما سمعا الضجة فأطل من الشرفة وشاهد المشاعل والناس تأتي إليهم وقد اشتدت هتفاتهم حتى صارت تسمع في كل المدينة وفجأة دخل الحرس وهم يركضون وقالوا لهما إنها زهرة وقد جاءت ترافقها الناس والأغويل ويقال إن بعض أهل القصر حاول قتلها وصاح السلطان إذن ما رواه حسن صحيح وأمر الحرس بالقبض على بنات أخيه الثلاثة وإحضارهن أمامه في الحال لكن الأخوات سمعنا بخدوم الأميرة وأدركنا أنه لم يعد هناك شيء يمكن فعله فملأنا عربة بالمال والثياب وهربنا في الظلام دون أن يحس بهم أحد وفي ذلك الوقت كان السلطان يستقبل ابنته وحسن والغولة وولديها في مجلسه وقصت الأميرة على أبيها ما حصل فأتى بالعبيد العميان وأكدوا له ما سمعه فأمر بضرب رقابهم رجع الحرس للسلطان وأخبروه أن البنات الثلاثة قد اختفين ومعهن كثير من الزهب فانزعج وطلب بإغلاق أبواب المدينة وملاحقتهن لكن البنات سرنا بسرعة وخرجنا قبل إقفال الباب الأخير وقررنا الذهاب لضيعة لأحد أصدقاء أبيهن لكن خرج ثعبان كبير في ذلك الظلام الدامس فخاف الحصان وبدأ يجري دون توقف وفي النهاية دخل غابة مليئة بالأجهور العالية فالتفتت البنات حولهن ولم يعدنا يعرفنا الطريق فاتفقنا على الانتظار حتى الصباح فأخبرت أباها أنها لن تعيش في القصر من الآن وتعودت على حياة الغابة والأكل مما تصطاده يديها وحاول أبوها وأمها إثنائها عن رأيها لكن وعدتهما بالمجيء دائما لرؤيتهما ووعدته الغول بالعناية بابنته فلم يجد السلطان بدا من القبول وبعد أيام رجعت الأميرة للغابة وفي الطريق وجرت بنات عمها جالسات على الأرض وهنا يتدورنا من الجوع بعد أن نفذا زادهن ولما رأتهم الغولة عجيبة كشرت على أنيابها وقالت لقد وقعتنا في قبضتي وسأطبخكن فطعمكم سيكون شهية وبدأت البنات بالصياح وترجينا زهرة أن تسامحهن فقالت الغولة بإمكاننا تركهن لخدمة الدور وحراثة الحقل رد الولدين همام وحمدان أنت طيبة القلب وأمنا معها الحق في قتلهن لكن الأميرة شرعت بالبكاء فرقت لها الغولة وقالت لها سيعشنا لكن لا أريدهن أمام وجهي وسأخرجهن من هنا ولما أوصلتهن لطرفي الغابة انتظرنا قليلا حتى ابتعدت عجيبة ثم سحبت الكبرى منديلا أبيضا من جيبها وبعد ذلك تسلقت شجرة وربطته على أحد الأغصان ولما نزلت منها قالت الصغرى ويحكي لماذا فعلت ذلك أجابت الأخت يا لك من حمقاء لم نفرغ من أمر زهر بعد وسنرجع مع الصيادين والكلاب لقتل الغولة وأولادها وسيظنون تلك اللئيم أختهم ويقتلونها معهم ردت الصغرى باستغراب ألم يكفي ما حصل لنا بسببها لندعها وشأنها ثم هل نسيتما أنه لو لاها لكن الآن وسط القدر مع البطاطا والجزر لكن الأختين ردت عليها والله لن نستريح حتى ننتقم منها ومن أبيها أيضا وإلا لن نرجع للمدينة ما دام موجودا ولن نرى أصدقائنا وأهلنا بعد الآن ردت الصغرى دعوني أقابل السلطان وأطلبوا منه العفو لكن أمسكت بها أختيها من شعرها وضربتها بقسوة فهربت منهما ودخلت الغابة قالت الكبرى لأختها سنتركها هناك فلسنا في حاجة إليها ثم ذهبت إلى ضيعة صديق والدهما في الجبل ولما وصلتا أخبرتاه أن الأغوال هاجمتهم في الطريق وخطفت أختهما صباح فجمع الرجل أهل القرية وطلب معونتهم لإنقاذ البنت المخطوفة وقتل جميع الأغوال فتجمع الصيادون وجاءوا بالكلاب وقادتهم البنتان إلى الغابة وبعد ثلاثة أيام وصلوا إلى المكان الذي فيه المنديل ودخلوا وسط الأشجار وقد على نباح الكلاب لما وصل القوم إلى دار الغولة لم يجدوا أحد فقالت البنت الكبرى لأختها لقد كانوا ينتظرون قدومنا ويبدو أن تلك اللعين صباح أخبرتهم بما عزمنا عليه الويل لها لو قبضنا عليها ولم يمر وقت طويل حتى سمعوا صوت بوق وصوح أحد الصيادين جيش السلطان يقترب علينا أن نبتعد من هنا فمنذ قديم الزمان يعيش الأغوال في هذه الأرض لا يخرجون منها ولا يقترب منهم أحد قالت الأختين أرجوكم أختي الصغيرة في خطر لكن الصيادين هربوا ومعهم الرجل صاحب الضيعة ونادى على الفتاتين لتتبعانه لكنهما رفضت واختفت وراء الأشجار ومن بعيد رأت الجيش وأختهم صباح ومعها حمدين وهو يمسك بيديها توقف الغول الصغير وقال للبنت شكرا لك على إخبارنا بمكيدتي أختيك والآن تعالي إلى المغارة التي اختفت فيها زهر مع همهم ونخبرهما أن أبيها جاء لإنقاذها وكانت الأختين تستمعان لما يقوله الغول ثم مشت ورائه ببطء حتى رأت الأميرة تطل برأسها من شق وسط الصخر فالتقطت كلا منهما حجرا وهمت برميه عليها لكن فجأة نظرت الكبرى لأختها وسألتها لكن أين تلك الغولة القبيحة لماذا هي ليست مع زهرة وفجأة سمعت صوتا أجشا وراءهما يقول أنا هنا يا بنئت ولما التفتت شاهدت الغربان تطير نحوهما وتنقر عيونهما فهربت وهما تصيحان من الألم فلم تعود تشاهدان شيئا أشارت لهم الغول بإصبعها وقالت هذا جزاءكم فلقد أعطيتكم فرصة لتبتعد من هنا لكنكم تماديتما في الحقد على الأميرة وحتى أنا وأولادي لم نسلم منكم والآن ستهيماني في الغابة حتى تأكلكما الزئاب والضباع تبا لكم من بنتين لئيمتين لا تستحقان الرحمة وبعد قليل جاء السلطان فعانق ابنته وهنأها على سلامتها ثم ناد حسن وقال له سأزوجك ابنتي وأملأ حدائق القصر بالضباء والأرانب البرية وأبني لكما كوخا تعيشان فيه وأيضا واحدا للغولة وولديها وسأزوج حمدان من صباح وهمام من جارية صغيرة وأضعوا الغولين مع حرسي أما أمهم فسأعطيها قدرا كبيرا لتطبخ فيها طعامها وربع ثور كل يوم مؤونة لها وبعد ذلك نظر لابنته وسألها ما رأيك في هذا الحل فأنا لن أتركك وحدك بعد اليوم ولا أضمن أن يتكرر ما جرى لك فكرت البنت قليلا ثم قالت لا بأس يا أبي فحدائق القصر واسعة وملئة بالأجور كانت عجيبة أيضا موافقة فهي سترتاح من عناء الصيد كل يوم ثم إن الرعاة صاروا أكثر عدلا ويوما سيدخلون أرضهم ويقتلونهم أرسل السلطان ينادي في الأسواق أن زهرة ستتزوج من حسن وأن سالم الطبيب أبوه تم العفو عنه وتعينه في القصر فرح كل الناس فحسن كان محبوبا بين الرعية ويوم العرس تجمع أهل المدينة في الساحات وهم يرقصون ويغنون جاء كثيرا منهم لرؤية الغولين الصغيرين الذين سيتزوجان من بناتهم لكن وسط الجموع مشت فتاتين ضريرتين تحمل كلا منهما عصى تتحسس بها طريقها وكانت الناس تساعدهما وتشفق عليهم ثم سألت امرأة بجوارهما أن تصف لهما ما تروا فقالت الغول حمدين مع صباح وهمام مع واحدة اسمها حورية أما حسن فصار من الأمراء وهو جالس قرب زهرة قالت إحدى الفتاتين للأخرى اسمعي يا أختي لقد استطعنا الخروج من الغابة بفضل عجوز ساحرة ضمضت جراحنا وآوتنا في دارها والآن لن يشك أحد فينا وسنفسد اليوم هذا العرس وننتقم من زهرة ومن أختنا صباح التي باعتنا للسلطان ثم أخرجت من جيبها قارورة صغيرة لتصبها وسط الطعام لكنها ما كادت تتحرك حتى عثرت قدمها في حجر وسقطت على وجهها أما القارورة فانكسرت على الأرض وطارت قطرة من السم في حلقها وحين جرى الناس إليها وجدوها قد ميتت أما الثانية فهربت لكن لم تكن تعرف أن قربها نارا لطبخي اللحم فسقطت فيها واحترقت وصح على الأختين مثل يا حافر حفرة السوء يأتي يوم وتقع داخلها وعاشت الأميرة في سعادة مع زوجها حسن وسط حذائق القصر التي تحولت لجنة جميلة لكثرة الأشجار والحيوانات والطيور وحتى السلطان بنى لنفسه كوخا وقال لا شيء أسوأ من حياة القصور وبدأ الناس يزرعون الأشجار في الأزقة وحول بيوتهم حتى أصبح اسم تلك الأرض المملكة الخضراء ويقال أن بعضا من ناسها ضخام الأبدان وهم من أولادي همام وحمدين هذا يقال والله أعلم اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله انتهت الحكاية ترجمة نانسي قنقر